رمز الابتسامة الوجه الباسم ذو اللون الأصفر الفاتح ابتكره الفنان هارفي بال سنة 1963 وانتشر لاحقاً على القمسان والقبعات والبطاقات وأصبح رمزاً للابتسامة التي يحتفل بيومها العالمي في أول جمعة من شهر أكتوبر من كل عام يقول المثل اليابانيج الأقوى هو من يبتسم فللابتسامة الكثير من المعاني فهي لا تتوقف عند كونها مظهراً للسعادة والفرح ولكنها تمتلك الكثير من المعاني الأخرى فبالإضافة إلى كونها تساعد الآخرين على الشعور بالراحة لكن في مجتمعاتنا العربية عامة والجزائرية بشكل لافت نفتقر لهذه الثقافة فهذان شابان حاولا من خلال حمل لوحة كتب عليها ابتسم باللغة العربية والأجنبية وجال بها أرجاء الجزائر العاصمة لكن مبادرتهما قوبلت بتهكم واستهزاء واتهم بمحاولة تقليد الغرب رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثن فقال تبسمك في وجه أخيك صدق إضافة إلى الفوائد الصحية للابتسام التي تعمل على مساعدة القلب في خفض معدل الضربات مما تؤدي إلى الشعور بالراحة والتخلص من كل القلق والتوتر فإذا كنت ترغب بتجنب الإصابة بأمراض القلب عليك بالابتسامة اشتركوا في القناة